النقاط اللي احنا عايزين نحقها في الفترة الجاية او نوصل للنتاج المرجوة او المأمولة اللي احنا بننتظرها من النادي الاهلي احنا مش مستعجلين على فيلر باي حي من الاحوال يعني لسه قدامه وقت ولسه قدامه مساحة نقدر يشتغل في الفترة الجاية لكن فيه انسيابية في اداء فريق النادي الاهلي ركزوا كده في خطوط فريق النادي الاهلي في المباريات او في طريق اللعب او في التكتل تحرك الفريق من الدفاع للهجوم او حتى الاداء الهجومي للسلاسي اللي موجود في خط الهجوم حسيني الشحات رمضان صبحي جونيور عشاييه تبادل الادوار ايضا المزعج فيه تبادل الادوار بشكل لافت للنظر في اداء عدد من اللاعبين في الخط الامامي المنافسة بين الشحات ورمضان في التحركات في طرفي الملعب زيادة كمان محمد هاني وعلى معلول في زاهري الاجناب عجاييكا محطة في الناحية الهجومية كل ده بيوضح دور المدين الفني في الاداء الهجومي اللي عايز يحققه عشان يوصل للنقاط والاداء الجمالي ان ممكن جمهور النادي الاهلي يكون سعيد به مع هذا الاداء يكون كمان فيه مكسب وفيه نقاط بتحققها وانت في بداية المسابقة الاهلي سعى من الثانية الاولى في مباراة اسوان النهاردة ان هو يسجل ودي طبيعة النادي الاهلي على فكرة مش اختراعة يعني النادي الاهلي دايما بيبقى حريص على ده والجديد ان الفريق نجح في ده بجدارة على مدار المباراة اللي فاتت كمان الغزارة التهديفية في اكتر من المباراة في الدوري بيدينا تقريبا ان لأ فيه شغل فني موجود بلا شك اه قصر المدة اللي بتولى فيها رينير فييلر مع النادي الاهلي في التوقيت الحالي ممكن ما تكونش بديك المساحة ان انت تحقق الاهداف او التاكتك او الافقار اللي انت عايز تنفسها على فريقك في طريق اللعب لكن فيه مدليل بسيطة او تفاصيل صغيرة بتديك بلا شك ان فيه لا فيه حاجات اجابية بتحصل ومن ضمنها زي ما لطلقوا الغزارة التهديفية وانك بتجيب هدف وبتبقى حريص على انك تجيب التاني والتالت والرابع والخامس فريق اسوان فريق محترم وبنحترمه بالتأكيد وعنده امكانيات جيدة في الدورة المصر اللي لسه بيبدأ المشوار مع الكابتن مجد عبدالعاطي مدرب ليه يعني ان شاء الله مستقبل جيد مع النادي اسوان ومع القرى المصرية في الفترة القادمة لكن ما ننساش برضو ان فيه ست مطشاط الاهل لعبهم في الفترة السابقة ومنهم مباركة مع نادي الزمالك بدأ فيها بنفس هذا الشكل حتى الاداء الدفاع في النادي الاهلي وغلق المساحات امام الفريق المنافس برضو موجود في كل مباراة ما بيتغيرش ممكن تشوف تزديد او تزديدين على الشناوي في كل شوط وده اندل على شيء بيدول اني كمان رغم ان فيه انسيابية في الهجوم واداء هجوم بشكل معين لكن ايضا الطريقة الدفاعية اللي الاهلي بيقدي بيها لغلق المساحات امام الفريق المنافس بتدي مدلول ان فيه شغل دفاع وشغل هجومي عشان في النهاية الفريق حقق العلامة الكاملة اللي عايزة حققها من كل مباراة من المباراة اللي فاتت او من المباراة اسوان بنلاحظ ان الارقام او الاحصايات يمكن اقل حاجة الاهلي في كل شوط مش اقل من ستة تزديدات وده جزء من طريقة لاب عشان توصل الاهداف اللي انت عايزها كمان فيه جزء مهم جدا حمد فتحه وتحرقاته في وسط الملعب بيديك مدلول ان لا فيه تحرقات وفيه ادوار للعاب خط الوسط لتكملة اللعب مع الخط الهجوم في الجزء الامامي حتى افشى فيه تحرقاته فيه تزديداته فيه انسيابيه بتحرقاته مع الجناحات لا فيه فيه افكار بتتقلمر ريني فيلر واكيد لسه عنده كتير كمان فيه المباراة القادمة القرات السابتة كمان يعني القرات السابتة فيهم مدربين بيلعبوا القرات السابتة بشكل تكتيكي معين بقت موجودة في النادي الالف التقويت الحالي تحت قيادة تريني فيلر انا برصد الحاجات اللي حصلت في مباراة النهاردة والمباراة السابقة لكن برضو انا ما زلت بأكد على نفس المعاني اللي بقولها معاكم في كل حلقة ودائما الرسالة بقولها للجمهور اه احنا بنشرح اللي بيحصل لكن في نفس الوقت سقف الطموحات ما يوصلش عند الجمهور لدرجة عالية قوي لان لسه مشوار طويل لسه عندنا مباراة كبيرة لسه عندنا غمار منافسات افريقية ومحلية اكتر من كده واقوى من كده فبالتالي سقف الطموحات ما يعليش قوي لان احنا بنقيم كل مرحلة بالمرحلة اللي احنا فيها المهم من الجمهور ان هو ما يتطرقش الفكرة مين لعب مين ملعبش ليه ده نزل ليه ده ما نزلش ليه ده كان موجود في القائمة ليه ده مش موجود في القائمة لان الكل بهذا الشكل اللي احنا مشرحوا داخل في اطار جماعي تحت قيادة ريني فيلور وبيشتغل على ده بشكل كويس جدا فبالتالي اللي جاي هيكون افضل فيه تمرير بشكل كويس فيه تحرقات بيتم بشكل كويس فيه دور للعاب خط الوسط بيتم بشكل كويس جدا داخل الفريق في المباريات الاخيرة الهدف اللي داخل النهاردة في مرمى النادي الاهل وده اول هدف اول هدف لنادي الاهل او اول هدف سكن شباك مرمى النادي الاهل منذ بداية المسابقة في السلاسة المباريات الماضية احنا ممكن نقول لها عنوان تحت عنوان ربا ضرة النافعة اه انت كسبان خمسة دخل مرمىك هدف لكن ربا ضرة النافعة جرس انذر لينا يمكن حتى لو انت كسبان بتلاتة واربعة وخمسة لا تركز عشان ما يدخلش مرمىك اي هدف تاخد بالك كمان من هجمات المرتدة اه انت كسبان متقدم بثلات اهداف اربع اهداف خمس اهداف لكن في نفس الوقت ما يكونش فيه فرصة عن اي هجم مرتدة عليك لان القرى دايما بتعلمنا مفيش يعني ممكن اي حاجة تحصل اثناء المباراة يعني يعني القرى وارد فيها مثلا تتلقى هدف الفريل قدامك يتحمس اكتر يجيب هدف تاني تالت حصل كتير في بارات الدورة العام فالدرس اللي احنا بنقوله في هذه الفترة وده جرس انذر انك لا وانت كسبان حريص جدا على انك تقفل خطوطك الدفاعية تمنع الهجمات المرددة عشان تقدر تخرف من مباراة لبرر الامان وفي نفس الوقت تكون شباكك نظيفة محمد الشناوي قدى النهاردة مباراة متميزة والفترة اللقيرة ظاهر بشكل كويس جدا بالنسبة لاداءه مع النادي الاهلي مهم جدا في الوقت اللي بتلعب فيه على قد المطشم الديئة التسعين انك تستمر في التسجيل والاهم انك كمان بتجيب اهداف ملعوب اهداف على مستوى المباراة لا بتروح وتيجي وبتقدر تجيب اهداف متميزة اهداف حتى يعني التمريرة اللي بتوصل فيها الفينيش عشان تجيب الهدف بعد 15-16 تمريرة فبالتالي انت بتتكلم عن كورة قدم حديثة وفي توقيت قصير جدا قدرت اللعب ان هي تستوع بهذا الفكر الفني من ريني فيلر ممكن اي حد يشوف تحليل ادايا الاهلي مع فيلر يقول انت مبالغ قوي او حلوة الاداء لسه في مباراة اقوى خلال الفترة القادمة لكن انا بديكم القياس على المراحل احنا بنتكلم عليها وفي النهاية احنا بنأكد على نقطة مهمة جدا وانا زي ما قلتلكم كل حلقة بطلع اقول الكلام ده الجمهور النادي الاهلي انا بيهمني جدا يبقى حديثي مباشرة لجمهور النادي الاهلي لان الجمهور ثقافته ووعيه ودوره ومسندته للنادي الاهلي مهمة جدا لان الجمهور طالما مساند وعارف دوره وفي ظهر الفريق وبتكلمش عن ايجابيات وسلبيات صدقوني المرحلة اجمالا اتنجح لان المشروع ده مشروع الجهاز الفني اللي جمهور جزء من هذا المشروع المشروع مش جهاز فني ولعيبة بتشتغله بس او ادارة بتدعم لا الجمهور جزء من هذا المشروع فتجة الجزئيات مهمة جدا واحنا نتكلم على مباراة الاهلي النهاردة امام فريق اسوان وتوقف الدوري خلاص بالنسبة للنادي الاهلي عنده الفريق اجازة لمدة 48 ساعة